طويجين بالكبدة ديال الدجاج كي يجي بنين ومعلك ومريقة خاطرة ومهم بزاف الناس اللي عندهم مشكلة ديال فقدم اول حاجة عندي هنا شرط درهم فقط ديال الكبدة ديال الدجاج كان ديرها في كويس ديال المبارد وكان اعصر عليها نصحام ديالها وكان لوح مع القشيرة ديالها وهناي اعصرت عليها فرح كيس فيها واحد دريس ديال تومة كان خليها مترطاب لمدة ديال تولوت ساعة كنجيب هالطويجين ضروري يكون هاد لي ممزل لش هادة عندك تاجين شمالي بصيلة مشلدة شوية ديال الزيت العادية دريس ديال التومة كان شحرها واحد شوية وكان لوح فيها الكبدة يعني بعد ما دازت تلوت ساعة اللي ارتفع ذلك الكوبيدة ديالي في داك الماء والتومة والحامض كنصفيها لهذا الشكل وكان احطف طويجين ديالي من بعد كنضيف لها شوية ديال الملحة يعني دائما لعطرية القياس اللي بغيتون تومة يا انا قدرت هاد القياس ديال الملحة صافي كنحرك هاد المكونات وكان ندفع لها اذا عندكم العويدة ديال القصبر ومعد نوس كيجوب بناء كنغسلوهم كنحطوهم وكان حطوهم فوق منها سوفو كنغطي وكان خليونيك الكبدة حتى كددخل لها شوية طياب على هاد الشكل هذا يعني كيف يفرشته مادر طلعت ريالة تشي حاجة في الاول شوية الملحة بشك الطيب ليه بنينة كنحركها واحد جوج المرات تقريبا هانتو ما هي الي كتطلق الماد يالها من بعد هنضفت لها مطيشة مقطعة قطعة هكا صغيرة من بعد شوية القصبر ومعد نوس كنعصر عليها وحد شوية ديال الحامض انا هناك يعجبني الحامض الرومي كاعدة واحد انكها زوينة بزاف هانتو ما اصرت واحد شوية وهديك القشيرات هي حطيتها كطيب كتعطي للنسمة ديالها هناك نضيف شوية ديال البزار شوية ديال تحميرا بابريكا شوية ديال قصبر يابس وشوية ديال كامون يعني ما تكتروش باش تبقى لكم ديك النكها ديال الكبدة كتبقى ورها ما كتجي فيها لا زفورية لولو كيف هتشوفو هايا كتلق الميها ديالها ديك المكوون كتلق الميها ما ضفت لها ما لا تشي حاجة من بعد كنداف هاد الشرائحة كادي الحامض وكننغطي ليها كالطيب وهانتو ما شوفو طويجين ديالي كيفاش كي يجي معلك وبنين وراها ما كدجيش فيها ريح بزفورية كنتمنى انكم جربوه بها الطريقة هادي من بعد ما كي طيب وكنشوف من ذاك الميها كنضيف لي زيت زيتون لقياس اللي بريتو وكنخليها ككي يتقلف ديك الزويتها واحد شوية وصافي ها هو طويجين ديالي كيفاش جام شرب بنين بنين بني ضروري انكم تجربوه خليوا لي التعليق قولي يا كرجاكم كيف قلت لكم هاد انا عني مشكلة فقدم وكيف فطلبوا مني الاخوات بيش كنشاركوا معكم الوصفات كنستعملوا بالصحة والراحة موسيقى